أبدأ معك دكتور محمد إذن على ذمة واشنطن فوس بأن غالانت عندما ذهب إلى واشنطن قدم خطة لليوم الذي يلي الحرب ما مدى واقعية أن تطبق أو تترجم هذه الخطة على أرض الواقع مساء الخير هذه الخطة ليست إلا كسابقاتها هي جزء من التمني وجزء من التفكير الحالم المتمنى الذي يطمح إلى أن يملأ الفراغ الاستراتيجي الحاصل في المشهد الإسرائيلي فيما يتعلق بغزمة بعد الحرب من خلال تقديم مثل هذه الرؤى سبق للي غالانت شخصيا أم تحدث في أوج الحرب قبل خمسة أو ستة أشهر من الآن بأنه يملك رؤية غيره من القيادات السياسية والعسكرية تحدثوا عن رؤى مختلفة هناك حالة من المزايدة في الداخل الإسرائيلي نتيجة غياب رؤية استراتيجية ومرة أخرى لا معنى لكل هذه الرؤى والطروحات ما لم يوافق رئيس الوزراء عليها الذي أعلن مرارا وتكرارا بأنه لن يتعاطى مع أي رؤية تضمن عودة مثلا السلطة الفلسطينية وهذه الرؤية التي يقدمها غالانت اليوم يفهمها نتنياهو بأنها تأتي من باب محاولة حشر نتنياهو في الزاوية والمزايدة عليها أمام الإدارة الأمريكية وهي التي تطمح في أن ترى مسارا سياسيا يفضي إلى إنهاء هذا المسار العبثي في الحرب دون نهاية ودون سقوف ودون مسارات وبالتأكيد الكلمة المفتاح في هذا الأمر هي مألات هذه الحرب لا مكان للحديث عن رؤية معينة أي أن تكون طبيعتها تتعلق بمستقبل قطاع غزة ما لم تحسم المعركة وطبيعة النتيجة التي تنتهي إليها المعركة ما زالت الحرب تدور في مختلف مناحي ومخيمات ومدن قطاع غزة وما زالت إسرائيل تتكبد خسائر ولا أعتقد بأن أي طرفا مهما تكون تسمية عائلات أو السلطة فلسطينية أو طرف عربي في وارد أن يدخل في صراع مع قوى المقاومة مع الشعب الفلسطيني في داخل قطاع غزة إسرائيل تدرك بأن أمامها أمر من إثنان إما الذهاب إلى احتلال قطاع غزة مع كل الأثمان الذي يحمل ومع كل المعارضة التي يستجلبها مثل هذا الطرح في الداخل الإسرائيلي أو تنتهي فعلا إلى الإقرار بأن حماس ستعود بشكل أو بآخر إلى حكم قطاع غزة وهذا ما يقول بعض العقلانيين في الداخل الإسرائيلي مع عدم مقدرتهم على المجاهرة بهذا الأمر إذن هذا الذي يجري هو مجرد فقاعات تجري في إطار داخل إسرائيلي صراع داخل إسرائيلي وأيضا محاولة الغزل مع الإدارة الأمريكية والمتحدة التي أيضا يتغيب لديها الرؤية فيما يتعلق بموضوع غزة ثم بعد الحرب خاصة مع السرائيلي نعم